كيف أثبتت نبوات ميلاد المسيح لهوته خليني في البداية أقرأ آية من نبوة إشعياء إشعياء النبي تنبأ عن ولادة يسوع المسيح أكثر أو قبل سبعمائة وشوي سنين وتنبأ في أيام ملوك يهوذة إذا منرجع للإصحاح الأول بيتكلم عن أيام عزية ويثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذة أربع ملوك يهوذة إنه إشعياء كان يعتبر النبي الكبير أو النبي الإنجيلي لأنه تنبأ عن شعوب كثيرة عن ممالك وعن ملوك وحتى سمى ملك فارس قبل ولادته بمئة وخمسين سنة الملك كورش الفارسي اللي الله استخدمه بإرجاع شعب يهوذة إلى من السبي البابلي يرجع إلى أورشاليم كما قال إرمياء النبي بعد سبعين سنة وهنا أحبائي يتنبأ بالتفصيل عن ولادة يسوع المسيح والجدير بالذكر إنه إشعياء واجه انتقاد كبير وهجوم كثير والبعض اللي قال عن إشعياء إنه مستحيل يكون نبي واحد يتنبأ بكل هذه النبوات فقسموا إشعياء إلى عدة أقسام ولكن أحبائي منشوف عدة عوامل اللي بتثبت إنه الكاتب هو واحد أولا الترجمة السبعينية 250 إلى 280 قبل الميلاد ترجمة التوراة أي العهد القديم من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية تسمى الترجمة السبعينية وهذه موجودة حتى يومنا هذا ثم أحبائي مخطوطات قمران في 1947 وما بعد هذه السنوات مخطوطتان كاملتان لسفر إشعياء موجودة بالزبط كما هي موجودة بين أيدينا ويكفي أن نقول شهادة يسوع المسيح عن النبي إشعياء ثم شهادة الإنجليين متى لوقة والرسل اللي اقتبسوا من سفر أشعياء وهذا اندل على شيء بدل على صحة وحي الكتاب المقدس وأن الكتاب المقدس يسير بتناغم وتسلسل رائع وهذا اندل على شيء أحبائي ليس صدفة لأنه استحالي أنه تتم الكم الهائل من النبوات في شخص واحد ثم استحالي أنه تتم هذه النبوات إلا في شخص واحد هو يسوع المسيح اشتركوا في القناة